من جديد مرحبا بيكم في حال البلد كما وعدناكم قبل الفاصل قبيلا ندخل في القضية الرئيسية اليوم حانا ننتقل إلى زمين الأستاذ عمار أبو الشيبة في برلين ونشوف المسار الانتخابي في ألمانيا عمار مرحبا بيك أهلا بك أستاذ طاهر نحن نلتقيكم من قلب العاصمة الألمانية برلين حيث جرت اليوم الاقتراع لي الانتخابات البرلمانية الألمانية نسبة المشاركة بالانتخابات بلغت 75% تتفوق بـ 5% من الانتخابات السابقة أستاذ طاهر طيب شوف الحظوظ حظوظ الأحزاب لو عرفتنا بالأحزاب التي تشارك في الانتخابات وحظوظ كل منها النتاج الأولية تشير إلى فوز ميركل بـ 33% من أصوات الناخبين أما الحزب البديل الشعبوي المتطرف كان هو المفاجأة في هذه الانتخابات بدخوله للبرلمان وحيازته على 10% من أصوات الناخبين هذا الحزب تخوف منه الكثيرون جدا بأنه ربما يكون معادل الإسلام والمسلمين بحسب ما في انتخابه والدعاية التي كان ينشرها عبر الانتخابات ومعاداته للمسلمين خسارة كبيرة جدا وكثيرة للحزب الاشتراكي ربما انهيار بالمرة وعدم استطاعاته الفوز مرة أخرى مارتين شولز رئيس الاتحاد الأوروبية السابق عدم استطاعاته بالفوز في هذه المرة ربما يدعوه إلى أن يكون بالمعارضة أكثر من أن يكون داخل الحكومة لأن ميركل لن تتحالف معه ربما تتحالف مع الحزب المسيحي الآخر بهذه الانتخابات لكن الآن الانتجة الأولية تشير إلى أن ميركل هي التي استطاعت أن تتفوق بـ 33% من أصوات الناخبين ربما تكون هي عهدة رابعة لميركل 16 عاما بحكم ألمانيا عمار كذلك القضايا المسلمين والمهاجرين بلا شك كما قلت قبل قليل كانت حاضرة بين المتطرفين ومعتدلين الآن نستطيع أن نقول أن هذه النتائج الأولية تبعث الإطمئنان عند المسلمين والمهاجرين ربما يكون هناك إطمئنان لكن مع دخول حزب البديل الشعبوي المتطرف للبرلمان وهذه حادثة وثابقة خطيرة جدا بألمانيا منذ سبعين عاما أن يدخل حزب زو أيدولوجيا نازية للبرلمان الألماني وممثل ألمان فيما يخص قضايا المهاجرين فيما يخص القضايا المسلمين هذا الحزب يحمل أفكار متطرفة جدا تخص الإسلام والمسلمين بدرجة كبيرة جدا المسلمين ربما تخوفوا من وجود هذا الحزب وربما كانت نسبة مشاركتهم بالانتخابات ضعيفة جدا حيث تذكر المعلومة هنا بأن الذين يحق لهم الانتخاب من أصل غير ألماني أو من المهاجرين بعشرة بالمئة هم ليسوا بمسلمين فقط لكن النسبة قليلة جدا نسبة تأثيرهم بالمجتمع على ألمانيا أيضا كذلك ربما قليلة جدا لكن وجود حزب البديل بالبرلمان هذا أمر خطير جدا يعتقد كذلك المسلمون عمار هناك معلومة أود الاستيثاق منها هل صحيح أن بعض المرشحين في الانتخابات كانوا يحملون الحملات بعض المرشحين كانت تحمل صور للرئيس التركي أردوغان إذا كانت هذه المعلومة صحيحة ما دلالة هذه المعلومة أيضا سمعنا بها ليست هناك أي معلومة مؤكدة فيما يخص هذا لكن ربما يقول لأن العلاقات الألمانية التركية متوترة جدا خصوصا ما بين ميركل والرئيس رجل طيب أردوغان في الفترة الأخيرة وجودة تركيا أيضا حاضرة كذلك جدا من خلال الجالية التركية المؤثرة جدا بألمانيا وهي حاضرة فيما يخص الانتخابات لكن هذه المعلومة أيضا لم نتوثق منها بعد عمار لو رسمت لنا ما تبقى من أيام المسارة المسارة الانتخابي المسارة الانتخابي كله يدول على أن ميركل سوف تكون هي المستشارة القادمة لألمانيا بهذا التاريخ الطويل جدا وهذه الخبرة الكبيرة والسياسة الاستراتيجية الكبيرة جدا لمركل التي ربما سمحت لأكثر من مليون مهاجر بالدخول لألمانيا منذ العام 15 لألمانيا هذا التاريخ الكبير جدا لمركل فيما يخص دعم المهاجرين واللاجئين دعا ميركل أيضا كذلك لأن تكون هي الآن المستشارة الأولى بألمانيا حب جماهير كبير جدا وتعاطف جماهير كبير جدا فيما يخص قضايا اللاجئين لنحلل المسار فيما يخص الأيام السابقة سينضم إلي بعد قليل أو الآن الأستاذ لؤي المدهون المحلل والخبير بالشؤون الأوروبية والألمانية أستاذ لؤي أهلا بك عبر قناة سدان 24 وأنت أتيت من الخارج وهذا الشعور الكبير جدا بالانتخابات صعود حزب البديل ميركل عهدى رابعة 16 عاما في القيادة ما هو المسار لألمانيا طبعا اليوم نشهد أو شهد المشهد السياسي الألماني تغييرا تاريخيا في الواقع لأنه مع صعود حزب البديل ودخوله إلى البرلمان الألماني ستتغير قواعد اللعبة السياسية قواعد العمل البرلماني المشترك حزب البديل غير معني بحل أي مشكلة أو المشاركة بشكل بناء في العمل السياسي الألماني هو سيحاول تقويد القيم والمعايير الديمقراطية من داخل البرلمان الألماني هذه النقطة الأساسية في الموضوع في الأيام القادمة ستشهد محاولة لتشكيل حكومة جديدة أتوقع أن الفرضية الأكبر أو الحظوظ الأكبر ستكون لتحالف جديد من نوعه في تاريخ ألمانيا وتحالف يجمع حزب البسيح المحافظ لحزب ميركل والحزب الخضر وحزب الديمقراطي الحر لكن لأن الحزب الاشتراكي اليوم أصيب أيضا بخسارة تاريخية خضرة كبيرة وسيضطر إلى الذهاب للمعارضة لمحاولة ترتيب صفوفه إذن المسار يقول بأن ميركل هي المستشارة القادمة 16 عاما في الحكم طبعا الميركل أنا متأكد أن المستشارة العلمانية ميركل ستنجح في الأيام القادمة في الأسابيع القادمة في تشكيل حكومة جديدة هذه الحكومة ستحاول كبح جماع حزب البديل المهم جدا أن يلعب الحزب الاشتراكي دورا هاما كحزب يقود المعارضة الألمانية أتوقع أن المشهد السياسي الألماني سيتغير بشكل إذا لا يوفيد اللاجئين والمهاجرين لأن قضايا اللاجئين والمهاجرين وقضايا وتعاون مع هذه الملفة ستزداز تعقيدا في ظل حضور حزب البديل للبرلمان الألماني أستاذ لؤية حملت قرفة الأخبار أخيرا مؤخرا بأن هذه المعلومات أتأكد منها بأن عديد من المرشحين كانوا يحملون نافتات لصور الرئيس رجب أردوغان ربما تؤثر هذه فيما يخص العلاقات الألمانية التركية هل من معلومات مؤكدة فيما يخص هذا الشعر؟ لا أملك معلومات مؤكدة بهذا الخصوص ولكن بصورة عامة قضية توظيف أو إشكالية توظيف القضايا التركية في الانتخابات الألمانية قضية شائكة وأتوقع لا تفيد الأتراك هنا في ألمانيا أو الألمان من أصل تركيا ولا تفيد أيضا الأتراك عن نفسهم طبعا تضر بمستقية الديمقراطية الألمانية لكل مواطن ألماني بغض النظر عن أصوله وعن دياناته له الحق الكامل في اختيار ما يريد ولا ينبغي أو ينجب التأثير عليه من الخالج هذه الأشياء لا تضر بمفهوم الديمقراطية بصورة عامة ماذا عن المسلمين والمهاجرين؟ ميركل في الحكم من جديد هل ستتغير سياسة ميركل فيما يخص دعم المهاجرين واللاجئين؟ دعمت أكثر من مليون مهاجر لألمانيا؟ طبعا المستشارة ميركل ستكون تحالفا جديدا الجو العام في ألمانيا تغير في السنتين الآخرتين شاهدنا أنه إطافا في الخطاب السياسي الألماني من ثقافة الترحيب إلى ثقافة الترحيب أيضا سياسة ميركل تغيرت لأنها الآن تحاول منح حدوث عملية هجرة جماعية كما حدث قبل سنتين هي قالت وقالت أن يجب أن نستبعد هذا الحدث تحاول عن طريق اتفاقيات مع دول معينة الحد من الهجرة ومنع تدفق اللاجئين إلى ألمانيا لكن ألمانيا تحتاج أيضا مهاجرين كفؤين ألمانيا تحتاج استراتيجية جديدة كدولة صناعية ضخمة ونظرا لشيخوقة المجتمع الألماني وعدوها زياد كبر المتقاعدين هنا ألمانيا تحتاج إلى طاقات ودماء جديدة لذلك تحتاج ألمانيا الاتفاق وطني من كل أحزاب الألمانية طبعا بدون حزب البديل حزب البديل لن يلعب أي دور إيجابي حول استراتيجية مستقبلية جديدة تنظم هذا الملف وتطور استراتيجية لتعامل ألمانيا مع هذا الملف شكرا جزيلا لكم أستاذ لوهي المدهون الخبير بالشؤون الأوروبية والألمانية كنت معنا عبر قناة سودان 24 وهذا البثة وهذا البث برعيد قناة دوتشفيل الألمانية نشكر جدا على هذا التعاون شكرا جزيلا لكم شكرا لكم شكرا لكم وإن شاء الله سنتابع معك هذا المسار والحصاد إن شاء الله في الأيام المقبلة بعد الفاصل أنا أرحب بالزميلين الأستاذ أشرف عبد العزيز رئيس تحريص صحيفة الجريدة سيد النقيب الأستاذ الصادق الرزيقي فنستحريص صحيفة الانتباهة والشرتاي قالوا لنسموك الشرتاي بعد الفاصل إن شاء الله نبدأ بالتقرير ونطرح قطيتنا زيارة الرئيس البشير لغرض وجنوب دارفور الجدل وحصاد هذه الزيارة خليكم معنا اشتركوا في القناة